الله عليه على شأنه للدعوة يدعو الناس اجع إسرائيل ملك الموت إلى السيدة مريم سلم عليها ردت عليه السلام قالت من المسلم فقد ارتعدت منك فرائصي قال أنا ملك الموت إسرائيل قالت جئتني زائراً أم قافضاً قال بل جئتك قافضاً قالت أمهلني حتى يعود إلي قرة عيني عيسى قال ما عندي أمر معك إذا جاء عجلهم لا يستأخرون ساعة قالت جئت أطيني مهلة أتمدد قال ماكو مهلة فقفض روحها وهي جالسة في محراب العبادة صار لي إجي المسيح سروة الله عليه وقال يا أمه شافها ما جاوبت قال لابد بالصلاة ما تريد جاوبني هوهم رح يصلي بعد ساعة إيجي ناداها يا أمه ما جاوبت أيضاً أيضاً رح يصلي إلى قريب ثلثة الليل إجي قال يا أمه لقد أفطر الصائمون بعد ما حضل صائم إلى الآن هوهم جوعان بأبي وأمي شافها ما جاوبت وبدنا منها نظر في وجهة وإذا بها ميتة فرمى نفسه على صدرها قام يبشي يبكي يبكي بقاء مرة في الصحراء ماكو أحد يا أمه متى متي أنا ما كنت موجود ظل يبكي يبكي إلى أن بكى أهل السماوات الملائقة بكوا لبقائه السيد المسيح صلوات الله وسلامه عليه هذا المنظر يذكرنا الله أكبر بفجائع صارت أولاً في الإسلام أولاً عندما رمى الحسن والحسين أنفسهما على صدر أمهما فاطمة قال علي عليه السلام لما هممت أن أعقد الرداء أعقد أجرار الكفن ناديت يا حسين يا حسين يا زينب يا أم كنتم هلموا وتزودوا من أمكم تعالوا ادعوها فهذا الفراق واللقاء في الجنة فأقبل حسنان وهما يناديان وحسرة لا تنطفي بعدها أبدا من فقد جدنا رسول الله وأمنا فاطمة يا أم الحسين ويا أم الحسين إذا لقيت جدنا في الجنة فقرأيه عنا السلام وقولي إنا أصبحنا بعدك غريبين يتيمين لكن ذاك اليوم المسيح كان عمره ثلاثة وثلاثين سنة أو ثلاثين ما كان طفل الحسن كان عمره سبع سنوات الحسين ست سنوات وقب مرت ينهدون رموا أنفسهم مرة أول ساعة اللي ماتت أقبل الحسن لما شعر بموت أمه رمى نفسه على صدرها وقال يا أم كلميني قبل أن ينصدع قلبي أو تنشق مرارتي فأموت أما هذا مولاني الحسين السوء الحسين جاء وضع خده على قدمي أمه قال يا أم ما كلميني فأنا ولدك الحسين هاي وقع وقع أخا هنا هنا في كربنا هاي النقطة اللي أنتو قاعدين لما رمت سكين نفسها على صدر أبيها داك البدن اللي ما عنده راس منزوع الملابس والتياب رمت نفسها منادي يا أبه من الذي قطع الرأس الشهيد أبتاه من الذي خضم الشيب العفيد يوم لرمى الحسنين ورمى عيسى مريم رأسها كان موجود في جسمها إظهارها كذلك رأس كان موجود ثيابها عليها لكن سكينة شابت منظر من أبيها على اللباس قطيع الرأس بويا 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 من قطع راسك ياه السل بثيابك بويا غط كل مصاب مصاب الماجر مصابك نسألك نسألك وندعوك باسمك الأعظم يا الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله يا أسمع السامعين يا أبصر الناظرين يا أسرع الحاسبين يا أرحم الراحمين يا أحكم الحاكمين يا غياث المستغيتين اللهم افرج عموما يا الله مثل ما قلت لكم البارحة وأولتي البارحة أنا مهموم على قلبي هم كبير أرجوكم أرجوكم الدعاء الله يفرج همي وهمومكم يتبع هؤلاء الظالمين الغاصبين عنا وعنكم اللهم افرج هموم المهمومين اخشف هموم المهمومين اقضى حاجات المحتاجين اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم من أراد بنا سوءا فأرده يا الله ومن كادنا فقده يا الله اللهم اشف مرضانا وداو جرحانا وارحم موتانا تقبل أعمالنا ارزقنا اللهم شفاعة الحسين اجعلنا من زواره وأنصاره اجعل عواقبنا خيرا نقوم الآن تعظيم لمولانا ارفع صوته اللهم كل وليك حجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وإلى أرواح الامنين الفاتحة مع الصلوات إلى شيء يا عدي